من القاهرة نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا حسين مفتاح أهلا بك سيد حسين استماعت وإيانا إلى ما قاله اللواء المحجوب في مقابلة لسكاينيوز عربية هل تسير الأمور بهذه السلاسة فعلا على الأرض موضوع الحرص المنشآت النفطية لا أعتقد أن هناك اشكالية كبيرة في تكوين هذه المجموعة باعتبار أن المؤسسات المنشآت النفطية تتوفر فيها الحماية بدليل أن انتاج النفط قد عاد إلى معدلاتها شبهة طبيعية الآن تجاوز مليون ومئتين برميل يوميا ما يؤكد أن المنشآت النفطية آمنة ولكن الذي يتم اليوم هو ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين شرق البلاد وغرب البلاد بحيث يتم توحيد الحرص المنشآت النفطية ما يتم الحديث عنه اليوم بحضور ستيفاني وليامز وصنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في البريغا في شركة سرط تحديدا هو إجراء بروتوكولي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة خمسة زايد خمسة والتي من بين النقاط التي طرحت هو توحيد حرص المنشآت النفطية باعتبار أن الآن هناك جسمين جسم في شرق البلاد تابع للجيش وجسم تابع لحكومة الوفاق الآن سيتم توحيد هذين الجسمين وتأول تبعيتها مع بعض إلى المؤسسة الوطنية للنفط فلا أعتقد أن هناك إشكالية حقيقية في تأمين المنشآت النفطية أو توحيد الحرص المنشآت النفطية هناك إشكالية فيما بعد ما هي الإشكالية؟ الآن سبب المشاكل التي حدثت في قطاع النفط بعد عملية الإغلاق التي تمت للمواني النفطية في منطقة الهلال النفطي وشرق البلاد جاءت من باب الاحتجاج على استثمار موارد النفط في تمويل جماعات إرهابية متطرفة وفي تمويل النشاطات تخدم أهداف تركيا في ليبيا الآن يفترض أن تشمل الاتفاقية ضرورة الحفاظ على الموارد النفطية بشكل واضح ومحدد ويظهر سياقات توريد الإرادات وآليات صرفها طبعا هذا ليس من اختصاص الخمسة زياد خمسة ولا أعتقد أنه حتى من اختصاص المجموعة التي تلتقي اليوم في البريقة ولكن هذا يجب أن يضمن ضمن التسوية التامة باعتبار أن المصارات التي تدور الآن برعاية الأمم المتحدة تكمل بعضها البعض فليست الإشكالية في تأمين المنشاة النفطية أو حتى توحيد جسم واحد لتأمينها الإشكالية تبقى في موارد النفط كيف يتم توجيهها بشكل حقيقي لمصلحة المواطن ولإصلاح الاقتصاد ولبعث التنمية الاقتصادية في البلد من جريد وإصلاح الوضع المعيشي اليوم الإرادات النفط بعد توقف دام أكثر من ستة أو سبعة أشهر زاد فاقم من تردي الوضع المعيشي وإن كانت الأسباب قد يراها البعض منطقية وهي منع وصول الإرادات إلى جماعات متطرفة وغيرها الآن يفترض أن التسوية تشمل ضمان وصول هذه الإرادات للمواطن ولمصلحة المواطن بشكل حقيقي لو انتقلنا إلى الاجتماعات على المستوى السياسي طبعا بالتوازي مع المستوى العسكري الأمني ستيفاني ويليامز اليوم قالت بأن الاجتماعات السياسية ستتواصل عن بعد على ما يؤشر ذلك هل هناك فشل في التواصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن ويحكى عن تفاؤل ربما مقنع أم فعلا هذه الاجتماعات عن بعد يمكن أن تكون مثمرة الحقيقة حتى لا نزوق الأشياء أو نظهرها بمظهر غير مظهر الحقيقي الحوار السياسي فشل وفشل فشلا ذريعا ودريعا على ذلك حالة التخبط التي سبقت المؤتمر الصحفي المتأخر الذي عقد البارحة في جامرت التونسية وظهرت ستيفاني ويليامز تعيد وتكرر ما صرحت به في السابق ما يدل على أنها لم تتمكن من التوصل إلى جديد الحوار المباشر فشل لا أعتقد أن الحوار غير المباشر سيحقق أكثر مما حققه الحوار المباشر والأسوأ من هذا أن هناك اتهامات للمجموعة الموجودة في تونس هناك حتى اتهامات من فساد نحن ليس لدينا دلة من الموسى حتى نوجه اتهام مباشر ولكن هذه الاتهامات ظهرت للسطح فإذا كان المجموعة موجودة في مكان واحد ومؤمن وممنوع الدخول إليها إلا بإذن خاص وباشتراطات خاصة في ظروف أمنية خاصة ما الذي سيجعلنا نطمئن على نتائج مجموعة كل في مكانه عبر التقنيات الفيديو كونفرانس وغيرها من التقنيات للتواصل غير المباشر أعتقد أن المصار السياسي تعثر بشكل حقيقي ويفترض على البعث الأمية أن تعيد النظر في الآلية التي استخدمتها سواء كانت الأشخاص الذين شاركوا أو حتى الاشتراطات التي وضعتها الكثير من الاشتراطات التي وضعتها غير قابلة للتطبيق الموافقة بـ 75% لا يمكن الوصول لتوافق بهذه النسبة في ظل هذا التشتت وهذا الفراق بين المجموعات والأطراف السياسية المشاركة في الحوار شكرا جزيلا لك نائب رئيس الحرير باباة أفريقيا حسين مفتاح كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك